صدق أو لا تصدق لكنه حدث بالفعل موزة تباع بمئات آلاف الدولارات هذه ليست إحدى كذبات شهر نيسان فالقصة حدثت قبل أيام قليلة تنقلتها وسائل الإعلام كخبر رئيس كذلك صفحات التواصل الإجتماعي كدعبة معرض أرت بازل في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية عرض قطعة موزن علقت بشريط اللاسق على الحائط بيعت بمئة وعشرين ألف دولار هي واحدة من ثلاثة نماذج بيعت الثانية بنفس الساعة الأخيرة عرضت بمئة وخمسين ألف دولار أمريكا صاحب هذا العمل الفنانة الإيطالية ماوريتسو كاتيلان المعروف بأعماله الساخرة عرض الموزة على أنها عمل فني أطلق عليها اسم كوميدي تحت هذا الاسم كوميدي ربما توجد دلالات كثيرة فالموزة اشتراها كاتيلان من ميامي وبيعت في معرض أمريكي بعض النقاد والمواقع ذهبوا إلى أن الموزة الصفراء ألسقت بشريط لاسق قوي ديكتب في إشارة لتثبيت التهم على ترامب في التعامل مع أوكرانيا فيما أعادها البعض لمصطلح جمهورية الموز وهي مصطلح سياسي أنشئ بغرض ازدراء دولة غير مستقرة سياسيا أو لوصف نظام ديكتاتوري رجعي فاز في انتخابات مزورة أو فاسدة هذه الاعتقادات لم يبنها الناس من فراغ فالفنان الإيطالي المثير للجدل هو صاحب تصميم أمريكا المرحاض الذهبي الذي سرق من قصر بيلينهايم البريطانية اليوم يطغى الموز الأصفر المعلق على هذا الجدار بغلائه على الذهب فهل السر فيما تخفيه الموزة من دلالات سياسية أم إن للفنان الإيطالي الساخر مآرب أخرى على كل الأحوال يروق للناس طعمها ومذاقها بعيدا عن السياسة